حياكم الله من جديد طبعاً تحويل بين أنواع المتغيرات هي من أكثر الأمور اللي راح تواجهنا مستقبلاً في الأندرويد لليش لأن أندرويد واجهاتها كلها تستخدم سترينج يعني تخل البيانات بشكل سترينج بالواجهة ونحتاج نقرأها ما راح نقرأها عن تجار ما راح نقرأها فلوت ما راح نقرأها دبل وما ذلك مثل ما رأيت انتهنا لما قلنا ريدلان ريدلان قلنا في كل وقت تقرأ البيانات بشكل سترينج فما راح نقرأها إلى دبل ما راح نقرأها إلى أنتجر وما ذلك خلينا أخذ أكثر مثلاً أكثر تفاصيل عن هذه الأمور حتى نفهمها جيداً فراح أكون فائل جديد واسمي CONVERT DATA TYPE وهذا الملف أبدأ بالعمل عالية طبعاً أبدأ بعمل أكتب دالة المين الخاصة بنا اللي هي الفاكشن المين اللي تخصنا طبعاً حلو لقيت واحد بالتعليقات كاتب لي لو تكتب بس كلمة مين تعطط عليك هذه كلها والله عجبتني طبعاً شكراً للي كتبها حسن ما أبدأ أكتبها سطر سطر ولو أنا فضل أن أكتبها سطر سطر في البداية حتى يفهمها شخص تفاصيلها فأوكي افترض أن أنت عندك متغير وهذا المتغير يحمل بيانات بشكل سترينج ليكون عشاني المثال سترينج انت هاي البيانات اللي بداخله سترينج وينفرض هذي سترينج هي هذا الرقم وهذا الرقم تحتاج تحوله إلى متغير أنتجر فتقل لي فار أنت نحول من الأنتجر إلى سترينج وتفرض أن هذا المتغير هو عبارة عن أنتجر ما تقدر تقول له هذا المتغير يساوي هذا المتغير ليش? لأنه هذا المتغير أنتجر وهذا المتغير أصلاً seçرينج فما رح يقبله فعنده الادرى أنه أعطينا تنبيه يقوله إحباراً لتحوله إلى سترينج يمكن تستخدمه هكذا لك هذا حوال إلى سترينج بس حنا مو هذا نريده نرجع نريد هذا نحوله إلى سترينج وياله إيش نقول له المتغير الى اي نوع اخر مثلا تو انتجر تو فلوت تو بوليان تو وات افر تو بايت اي شيء فنحن نحتاج نحول الانتجر فنقوله تو انتجر وخلاص انتهينا الان لو جدي قلت لها برنت لهذا ممكن بكل بساطة نطبعها على شاشة التنفيذ ونرى النتاج الخاصة بي ونرى بشكل انتجر وابسط مثال راح تشوف النتيجة والكثير من الامور تخيل ان عندك متغير اخر وهذا المتغير يكون عبارة عن سترنج فلوت او سترنج دابل بشكل دابل وهذا تكون عبارة عن سترنج اوكي بنات المدخلة بي وكانت الاساسية الخاصة بها هكذا الشكل 12 و 5 وتريد هذه تحولها الى فلوت وتقول اوكي عندي هذا الرقم اللي هو فلوت سترنج وعبارة عن دابل العفو وليس دابل وليس انا دائما نخبط بين الدابل والسترنج فيقول عبارة عن دابل سترنج الدابل هو نضع الرقم لوحده الفلوت نضع اف بعده فنقول له اوكي هذا يساوي انه سترنج دابل ايضا مفروض ما راح يقبلها من عندنا ليش لانه هذا يعتبر دابل وهذا سترنج فنحتاج ان نحول السترنج الى دابل فنقول له اوكي يا بحول ان اياها دوت تو دابل وخلاص حول ان اياها الدابل طبعا نظر كيف تحولنا السترنج مرة الى انتجر ومرة حولنا الى دابل وايضا ممكن نحول انتجر الى ممكن تخيل انه هذا عندنا متغير هو انتجر داتا وهذا انتجر داتا يكون عبارة عن رقم متغير اعتيادي وممكن خلنا نفرض انه معرف اصلا انتجر حتى يكون واضح لك بالفهم وليس له هو الدعي ان تعرفه اساسا راح يفهمه تريد تحول الى سترنج اوكي تقول هنا فيرابل سترنج سترنج داتا وهذا ممكن نقول له هذا يساوي ان الانتجر داتا ليش لانه هذه البيانات هي انتجر وهذه البيانات هي سترنج طبعا ممكن تسوي انه رنتايم ارور او هذا مراح اصر مشكلة ليش لترى فاش مراح اصر مشكلة لان هذا مراح يعتبره سترنج راح يعتبره انتجر لان انتجر وضع بانتجر فحتى نجبوره انه نقول له لازم هذا يكون سترنج نضع بعده كلمة سترنج الان عطاني خطأ فنقول له اوكي حول يا تو سترنج وراح نستخدم كثير كلمة تو سترنج نحول البيانات الى سترنج طبيعي ممكن نطبع ايضا هنا وايضا هناك شي اخر مثلا تتحول من دابل الى انتج ايضا هناك شي اخر 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 ايضا هنا فكلمة dot بعد الابجيكت ممكن يستقبل كثير من التحويلات ممكن نحاولها to string الابجيكت ممكن نحاولها to double ممكن نحاولها to integer كما رأيت هنا ممكن نحاولها to whatever whatever ريد نحاولها نحاولها كل انواع المتغيرات to integer to double to string to float whatever ولا نجينا بالطبعنا لكن هذا يميزنا بحاجة ريدنا نفهمها انه ايش هذا المتغير راح يحتوي print line راح استخدم كلمة print line عد كلهم حتى يكونوا مواضحين يعني هذا بالنسبة لل double بهذا double data ايضا اطبعه وايضا اطبع لهذا string data او string data وليس double str string up string up ايضا اطبعه احضرها طبعناهم ولنرى ايش اللي راح يصير راح يطلع للمتغيرات كلهم يطبع لهم كلهم وهذه المتغيرات كلهم كل واحدة بالData table اللي راح نردناها وما يعواجهنا اي مشكلة لكن اكو شي مهم راح نفهمه بهذا الجزء انه هذا الجزء اللي يخص 12.6 لما كانت double لما حولها الانتجر اخذ فقط وهمها ال6 ليش؟ لانه الانتجر فقط ارقام والdouble يحتوي على ارقام بعد النقطة فلما يحولها لازم يزيل الجزء اللي ما مهتم به فهل الحال لازم تفهمها لكن البقية نظر كلهم حول اليوم بالشكل اللي نريده بدون اي مشاكل والData اصبحت بالشكل اللي احنا مهتمين به اذا هنا راح نجي عند نقطة مهمة لاحقا انه كيف نعمل تقريب للرقم يعني عندك 12.6 حولي 12 كيف حصل على التقريب هذا راح نفتهمه لاحقا اذا حتى انا كنا نقدر شكرا لك وفي امان الله